جارة الشمس وعروس سهل الخير التي ترقد حاليمة بالحب الدافئ في ليالي البرد القارس إنها بلدة بصير الواقعة ضمن أراضي حوران ويعود تاريخ سكانها إلى العام التاسع قبل الميلاد حيث جعلها هيرودوس حامية زراعية عسكرية وبنى فيها عددا من المراصد لمراقبة اللصوص هذه القرية سكنها الرومان سكنها الرومان والرومان جاءوا إلى المنطقة وثنيين لم يكونوا مسيحيين إنما على دور أو على عهد الإمبراطورة هيلانا أم قسطنطين اللي صار من حكام الرومان بصير هذه البلد القديمة الحقيقة كانت أول من تعلمت بحسب المراجع الدينية كون المطارنا كانوا يسجلون يومياتهم بشكل دائم أين حلوا أين رحلوا وبصير تعيش في مجتمع متأخي بشكل جيد وبشكل أخوي حقيقي بستطاعت بصير أن تنشئ جامعة مدرسيها من بصير هذا واقع بصير اللي منعيشه إحنا تعاوننا في سبيل إنشاء الصرف الصحي في سبيل تعبيد الشوارع في سبيل ترميم الكنيسة اللي كانت مهدمة سابقا وأصبحت بأحسن شكل حاليا تعد بلدة بصير من أولى البلدات والقرى في المحافظة التي يتمتع أبناؤها بثقافة عالية ويحصلون على أعلى الشهادات علميا وقد تخلصت من الأمية منذ عام 1963 حيث أطلق عليها اسم بلدة النور لهذا السبب وبنهرجان سناب الحوران هو المهرجان انطلق هذا العام المهرجان الخامس تحت عنوان سوريا بالبألة الفرح هذا المهرجان هو للسنة الخامسة على التوالي ويتطور سنة عن سنة برعاية مشكورة من مديرية التربية وأبناء هذه البلدة ببصير التعايش بأحسن حالته محبة صادقة يتناسو الخلافات والحساسيات في المناسبات ويعودون كما كانوا وهذا يدل على حسن النواية يشتركون مع بعضهم بالأفراح والأحزان اشتراك صادق خالع عن أي مجاملة بصير عمرها قديم أصالتها أصالة البازلت بنيت غالبيت الأبنية القديمة فيها بالحجر البازلتي دلالة على أصالة هذا البلد وما زال الشباب جميعا متمسكين في هذه البلد بلد العطاء سوريا بلد المحبة على الرغم من كل الظروف إلا أن أبناءها لم يسمحوا ليد الإرهاب أن تمتد إلى بلدتهم واستمروا في البناء والعطاء في الوقت الذي كان الإرهاب يدمر البشر والشجر والحجر تتقلب فيها الفصول ولكل فصل حكاية وتبقى بصير كممرأة اكتمل فيها الجمال تمضي إلى التمدن كل من بعث فيها الخير والعطاء ترجمة نانسي قنقر